السلام عليكم. طبعا قبل ما احكي وقبل ما ابلش بس بدي لكم شغلي انه الهدف من هذا الفيديو بشان ماهل احدى يطلع لي بالتعليقات كالعادة مو الهدف من الفيديو اني انا احكي عن حياتي الشخصية او عن وضعي انا او عن تجربتي حاليا او تجربتي السابقة الهدف من الفيديو كالعادة هو انا انصح الشباب في ايدهم من تجربتي يعني وقفوا على حالهم وقت ودعب ويمكن ما صاري اه وبنفس الوقت نناقش كمان مشكلة اجتماعية موجودة مو بس بنروج باوروبا والي هي موضوع اه الزواج للشباب والبنات بالبداية بس خلينا اه نحكي شوي اه ليش انا وليش في كتير من الشباب كمان اه اختاروا انهم يتجوزوا اجانب عن انهم يتجوزوا عرب طبعا السبب اه اول شي او يعني السبب مقصوم لقسمين قسم الاول هو موضوع الطلبات التعجيزية اه والامور يلي اه بيتنطلب من الشب يلي هو ما عند استطاعة لها ابدا ولي ينجي اذا بيشتغل عشر سنين ليلة النهار ما بيحسن يحققها والمشكلة التانية اللي حكينا عنا كمان شوي نحنا بفيديو سابق موضوع انه هي يعني العروس اه او الامرأة اللي بده يتجوزها يعني الشاب اه بده تعيش اه يعني بده تتجوز على اساس عربي ولكن بده مميزات عندها ياها الامرأة الاجنبية يعني فحكينا عن هذا الموضوع انه بده تعيش كاجنبية ولكن بنسخة عربية يعني فهدون السببين هنين بصراحة يعني اللي خلوني انا فكر اه اني اتجوز واحدة اجنبية اختصر على حالي الطريق اه كون يعني متل ما حكينا العربية بده تعيش متل اجنبية لا خلاص بتجوز اجنبية احسن يعني فهذا هو كان السبب الاساسي يعني متل ما حكيت متلي متل كتير شباب اه عم يفكروا بهذا الشيء طبعا انا بالنسبة الي موضوع اني اه فكر اتزوج بامرأة اجنبية كان من من قبل يعني من قبل ما حتى اتجوز جواستي السابقة اه ولكن كان الشيء الوحيد يلي خليني اتردد بالنسبة لهذا الموضوع هو موضوع انه الدين اه يعني انه كنت اتجوز بامرأة دينة غير دينة اه وانه موضوع كمان الولاد يعني انه هاد الولد لما هي حيجي شلوني احسن مسلا ربيه عاساس انه هو مسلم ازا هو عايش مع اه او يعني امه مسلا مانها مسلمة فكان هو بصراحة هذا الموضوع الوحيد يلي كان مرددني اما اما الفكرة بحد ذاته يعني اه كانت موجودة من الاساس يعني من قبل ما انا اتزوج اول مرة ولكن على مدى السنين اه يلي عشته هون بالنرويج اه والقصص اللي عم بسمعها اللي عم تصير مع اولاد العرب او اللي عم تواجه الابهات والامهات العرب هون مع اولاد هون اه كوان عندي قناعة اه وفهمت شي انه اه موضوع انك تربي ابنك تربية صحيحة وانك اه تربيك كشخص مسلم يعني باوروبا ما له علاقة ابدا بموضوع انه يكون الاب والام المسلمين له علاقة بس بي انه كيف انت تكون قدوة لهذا الولد وكيف انت تعرف التربية لانه للاسف از طلعتوا حواليكن يعني العائلات العربية اه نادرا جدا ما تلاقوا اه عائلة عربية ولادها يعني متل اقولوا مربائين مضبوط ومربائين تربية اسلامية للأسف الشديد طبعا هادا الشي بيرجع على انه متل ما حكينا الاساس القدوة يعني الاهل بالبيت ازا هنن ما نون قدوة لأولادن ما هنن عم يستعملوا وقتن بالبيت مع ولادن مشان يعلمون شغلات منيحة مشان يحفظوهم قرآن مسلا يعلمون امور دينن فاكيد الولد ما رح يطلع يعني اه مسلم بمعنى الكلمة رح يطلع مسلم بالهوية فانا لقيت انه لا ليش اه انا ممكن اعمل يعني ممكن اعمل شي احسن حتى لو اني من لو اني يعني مثلا منيجوز بوحدة عربية مسلمة اه ازا انا فعلا تعبت على ابني اه وكنت قدوة له هذا الشي اكيد لاح يساعدني حتى انا لو لاح يكون في مسئول احيكون وقتها مسئولية علي يعني اني انا اه لازم حسن من حالي التزم اكتر حتى ابني اه يتربى ترباية صحيحة. وطبعا اه بالنهاية موضوع النجاح الزواج من هذا النوع يعني انه يكون اه الزوجة مسلا من غير دين او من غير بلد. اه بيعتمد بشكل اساسي يعني ما اقول تسعين بالمية مية بالمية. على موضوع التفاهم عوضوع المحبة. اديش هدون الشخصين بيحبوا بعض ومتفاهمين. اه طريقة تفكيرهم قريبة لبعض. اه عندهم احترام لبعض. هذا هو الشي اللي بيلعب دور بي اه نجاح هيك نوع من زواج. طبعا هدا انا برأيي هي الشغلات اه هي اساسية باي نوع. يعني حتى بين اتنين عرب او اتنين مسلمين. ولكن عم نحكي يعني بهاي الحالة بالذات لازم يكون هاي الامور يعني مثلا بقولوا مية بالمية وقلا ما بينجح الموضوع ابدا. طبعا في كتير تحديات في كتير مشاكل اللي هتواجهك في كتير امور اه اللي هتكون صعبة شوي. ممكن نحكي عنا بفيديو تاني يعني مو حديثنا متما حكينا هو مو عن اه مو عن حياتي انا الشخصية وعن الامور اللي واجهتها ممكن نعمل فيديو تاني نحكي فيه عن هاي الامور زي انت كتير حابب تعرف شو هي الصعوبات اللي ممكن تواجهك ولكن اه فيديو اليوم متما عم نحكي عم نناقش هاي المشكلة وشو شي يلي عم يخلي الشباب تفكر بهذا الموضوع. فلكن نصيحتي انا هلا للشباب المقبلين على الزواج مو بس الشباب حتى يعني شباب والبنات المقبلين على الزواج هو انه اه تتأنوا كتير منيح تعرفوا هادا الشخص اللي انتو رح ترطبطوا فيه اه مزبوط تاخدوا وقتكن كتير منيح اه تتفاهموا كتير ضروري اذا واحد يعرف انه هادا الشخص يرطبط فيه كيف بيفكر طريقة تفكيره اه شو الشغلات المهمة اه بالنسبة له يعني شو اهدافه بالحياة اه كيف كيف نظرته يعني للاشياء اه هاي الشغلات هي بصراحة يلي اه بتحدد مصيرك وبتحدد انه هل هادا الشخص فعلا مناسب اليك او لا بغض النظر عن موضوع اه الدين متل ما حكينا بغض النظر عن موضوع انه هل هادا الشخص اه من عيلي كويسة يعني او لا اه انا عم بحكي عن يعني كيف انت تختار الشخص هذا بحظة توقع شخص اه بشكل صحيح وبشكل مناسب نصيحة تانية لكم كمان لا تختار شخص اه يكون فيه فرق كبير بالعمر بينك وبينه اه الا ايام زمان كان هادا الموضوع اه يمكن منيح يمكن عادي ما يصير فيه مشاكل ولكن يعني حاليا وحسب انا كمان تجربتي يعني اه فرق فرق العمر صار مشكلة كون انه متل ما عم نشوف هلا جيل يعني جيل عن جيل عم يختلف فيه فرق كتير كبير بالتفكير فرق كتير كبير بي اه بي اه متل ما حكينا اه نظرة للامور يعني اهمية الامور اه اه اختلف كليا يعني بكافة المعايير جيل عن جيل يعني سابقا كان لا يعني مسلا اه جيل عن جيل فيه اختلاف بسيط ولكن بعده نفس التفكير تقريبا بنفس الامور يعني ولكن الموضع تغير يعني اه فانا ما بنصح حدا يرتبط بحدا فيه فرق كتير كبير بالعمر بيناتهم يعني فشوف لحد الثلاث سنين اربع سنين يعني ماكسيموم اه و الا ما رح يكون الموضوع ناجح ابدا يعني مصيحتي الثالثة يقول لكم انما بدكم تختاروا اه شريك حياتكم او هادا الشخص يكون تتزوجوه اه اختاروا شخص يكون منيح مع اهله لانه ازا هادا الشخص يعني خدوها قاعدة ازا هادا الشخص ما كان منيح مع اهله يعني اهل بيته امه ابوه اخواته فاكيد ما رح يكون منيح مع اه زوجته او اكيد ما رح تكون منيحة مع زوجه اه ومتل ما اقل سيدنا محمد اللهم صلي وسلم مبارك عليه خيركم خيركم لاهله هاي كانت نصائحي اه اه لكم اه من اخوكم الصغير طبعا يعني بشان ما احدا لايقلي انه انا عامل يعني اه في اه اه عالم نفس او عالم اجتماعي او شيخ او معرفو الا يعني لما يطلع لي شي حدا كالعادة يعني اه ولكن هي مجرد نصائح لهالشباب والبنات المقبلين على الزواج من شخص يعني خاض التجربة في كتير كمان اشخاص تانين خاض التجربة ياري تشاركونا بالتعليقات اه ازا فيه نصائح تاني هنا شايفين مهمة ياري تشاركونا اياها اه واما اختم الفيديو اه بتمنى لكم التوفيق جميعا بتمنى لكم اه انكم تلاقوا شريك حيات شريك حياتكم المناسب يلي بتتمنوه اه مثلي انا الحمدلله الله وفاني بهاي الازواجة والله انعم علي واكرمني انه مرتي الحمدلله اسلمت من حوالي شهر ونص وحتى يعني اه موضوع فرق الدين حاليا ما عاد موجود مناكم التوفيق جميعا ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات الجاية اون بيت